ترجمة نانسي قنقر ورابعا هناك شاهد من أهل المرأة قال تعالى وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل قد قطع ومزق من قبل يعني من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين معناها أنها تدافعه فشق قميصه وهي تدفعه عنها وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف معناها هو الذي يهرب وهي التي تلحقه فجرت قميصه فتمزق وشق بسبب جذبها ومحاولة إمساكه وهو يهرب منها طبعا هنا قضية العمل بالقرائن أيها الإخوة والأخوات يعني واضحة في الآية ويعني قبل الأشياء البوليسية والروايات البوليسية يعني قضية القرائن معروفة عند الفقهاء من زمان والعمل بها والشرع قد جاء بأدلة فيها وهي من غلبة الظن والأشياء قد لا تكون قطعية ولكن تكون مرجحة خامسا شهد الله تعالى ببراءة يوسف عليه السلام فقال عز وجل كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله زكاه وصفعوا بأنه من المخلصين أخلصه عز وجله وخلصه وجعله خالصا وهذا المخلص اسم مفعول مخلص هذا المخلص الذي اصطفاه الله وخلصه كيف يستطيع الشيطان أن يغويه لا يمكن ولذلك عندنا شهادة سادسة ضمنية تتفرع من هذه وهي إقرار إبليس الضمني بطهارة يوسف ونزاهته كما في قوله تعالى فبعزتك حلف إبليس بعزة الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وبما أن الله قال عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين إذن الشيطان قد شهد ضمنا أن يوسف عليه السلام خارج نطاق الإغواء فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إذن قد خلص يوسف وتخلص وصار خارجا عن قدرة إبليس في الإغواء فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته عليه السلام ترجمة نانسي قنقر